بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم من الأمور الواضحة أن النفس والجسم يؤثر أحدهما على الآخر إذا كان الإنسان إذا كانت نفس الإنسان في حالة جيدة هذه الحالة تنعكس على أعضاء الإنسان وإذا كانت نفس الإنسان في حالة سيئة هذه الحالة أيضا تنعكس على جسم الإنسان وبالعكس في كثير من الأحيان صحة الجسم تؤثر على النفس وسقم الجسم يؤثر على النفس أيضا فهناك تبادل في التأثير بين الجسم والنفس وهذا أمر واضح نحن نجد أن الإنسان يصاب بالحياء أو الخجل مثلا يحمر وجهه الحياء أو الخجل حالة نفسية لكنها أثرت على وجنة الإنسان على وجنة الإنسان وظهرت على وجه الإنسان كثير من الأحيان الإنسان قد يصاب بمرض عضال نجد أن إصابته في جسمه بهذا المرض يؤثر على نفسيته فيقول أو يقال أن هذا الإنسان نفسيته تعبانه لماذا؟ لأن مرضه في الجسم أثر على روحه بعد هذه المقدمة نأتي إلى هذه الآية الشريفة الله عز وجل في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الظن هذا حالة نفسية قد يكون هناك حسن الظن وقد يكون سوء الظن حسن الظن أو سوء الظن هذا حالة نفسية ولكنه يؤثر على جسم الإنسان وعلى عمل الإنسان حسن الظن من الفضائل الأخلاقية وسوء الظن من الرذائل في كثيرا من الأحيان الإنسان ينبغي عليه أن يكون حسن الظن لا أن يكون سيء الظن لماذا؟ لأن حسن الظن يؤثر على حياة الإنسان بشكل إيجابي وسوء الظن يؤثر على حياة الإنسان بشكل سلبي فلذا الشخص حسن الظن نفسيته تكون نفسية مرتاحة يكون في راحة نفسية وأيضا يكون في راحة اجتماعية وسيء الظن يكون في حالة سيئة نفسيا واجتماعيا وفي كثير من الأحيان سوء الظن يقود الإنسان إلى المحرمات وفي كثير من الأحيان حسن الظن يقود الإنسان إلى الطاعات طبعا ليس معنا ذلك أن جميع حسن الظن سيء حسن وجميع سوء الظن سيء الله عز وجل يقول إن بعض الظن إثم ليس كل الظن أو كل أنواع سوء الظن إثم ولكن بعض أنواع الظن إثم ولأن هذا إثم فينبغي على الإنسان أن يشتنب كثيرا من الظن يشتنب كثير من الظن حتى لا يقع في هذا البعض المحرم نجد الإسلام والقرآن الكريم وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله ولأئمة المعصومين نجد كلامهم يصب في هذا الاتجاح يقول للإنسان إذا هناك شيء محرم فحاول أن تبتعد عن ذلك المحرم وعما يكتنف ذلك المحرم ابتعد عنه لا فقط عنه وإنما عن أطرافه أيضا ابتعد ولذا في الحديث الشريف من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه الحما سابقا كانوا حينما يأتون مثلا بأسد أو حيوان كاسر يحفرون في الأرض بما يسمى الزريبة يحفرون حفرة في الأرض ويضعون هذا الحيوان الكاسر في هذه الزريبة أو في هذه الحفرة وكان يأتي الناس ويتفرجون على هذا الحيوان في كثير من الأحيان هؤلاء الذين كانوا على حافة هذه الحفرة بغفلة أو بتدافع أو بعثرة كانوا يسقطون في هذه الحفرة فيفترسهم الحيوان الكاسر المفترس في الحديث الشريف يقول من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه هناك يوضع حما يعني يوضع مسافة ولعلكم رأيتم في حدائق الحيوانات الحيوانات المفترسة يضعون هناك فاصلة أو حاجز هذه الفاصلة أو هذا الحاجز يسمى الحما الشخص الذي يكون حول الحما يوشك أن يقع في هذا الحما في لحظة غفلة المحرمات كذلك المحرمات لها حما يعني الشيء محرم وهناك بعض الأفعال قريبة إلى هذا العمل المحرم هذه الأعمال قد لا تكون محرمة ولكن الوصول إليها قد يسبب سقوط الإنسان في المحرمات ولذا الآية الشريفة تقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صحيح بعض أنواع الظن ليس بإثم ولكن لأن بعض الظن إثم فاجتنبوا عن كثيرا من أنواع الظن حتى لا يقع الإنسان في المحرم فلذا ينبغي على الإنسان المؤمن دائما يجعل حول المحرمات حما لا يقترب إلى هذا الحما لأنه قد يسقط في الحرام ولذا من الأمور المحبذة في الشرق بل في بعض الأحيان تكون واجبة هو أن تكون الأجواء التي تحيط بالإنسان أجواء سليمة لأنه إذا كانت أجواء غير سليمة لعله في لحظة غفلة الشيطان يسقط الإنسان في المحرم فمن الفضائل حسن الظن ومن الرذائل سوء الظن في كثير من الأحيان ينبغي على الإنسان أن يكون حسن الظن أولا أن يكون حسن الظن بالله عز وجل الإنسان إذا كان حسن الظن بالله عز وجل هذا الأمر يؤدي بالإنسان إلى الطاعات وإذا لا سمح الله في وقت من الأوقات ارتكب معصية من المعاصي لحسن ظنه بالله عز وجل يجد أن الله عز وجل قد فتح أمامه باب التوبة وهو غفور رحيم وهذا الأمل بالله عز وجل وحسن الظن بالله عز وجل يسبب الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويرتدع عن المعاصي التي قد يكون ارتكبها لا سمح الله بمعنى آخر تبقى جذوة الأمل مشتعلة في هذا الإنسان وفي نفسه بحيث أن هذه الجذوة تسوقه إلى التقوى وإلى الطاعة في حين أن اليأس من رحمة الله الذي هو بعبارة أخرى سوء الظن بالله عز وجل يسبب اليأس وهذا السوء الظن بالله عز وجل يسبب أن الإنسان حينما لا يجد أمامه أملا ولا طريقا ينغمس في المعاصي أكثر ويرتكب المعاصي أكثر يقول ما دام لا أمل لي فلماذا لا أرتكب معاصي أخرى في حين أنه إذا كان هناك حسن ظن بالله عز وجل يبقى الباب مفتوحا أمام الإنسان والعاقل وكثير من الأحيان المواعظ تؤثر في هذا الإنسان أما اليأس من رحمة الله عز وجل لا يصل إلى درجة التوبة فهذا حسن الظن بالله عز وجل ثم حسن الظن بالناس يعني أن يكون الإنسان لا يسيء الظن بالناس إذا رأى فعلا من الناس لا يحمل هذا الفعل على المحمل السيء وإنما يحمل هذا الفعل على المحمل الحسن لأنه الإنسان إذا حمل أفعال الناس على المحمل السيء في كثير من الأحيان تصوراته تكون خاطئة فيتخذ موقف وهذا الموقف يسبب الارتباك في المجتمع ويسبب كثرة العداوات في المجتمع المجتمع الذي يعيش أفراده في حالة من سوء الظن مجتمع متفكك مجتمع يتهم بعضهم البعض الآخر المجتمع الذي يتحذر بعضهم بدون مبرر وبدون سبب من البعض الآخر في حين أن المجتمع الذي يسوده حسن الظن هذا المجتمع حالة الترابط بين أعضائه حالة قوية وهذه حالة الترابط بين المجتمع تسبب الابتعاد عن كثير من المشاكل التي تسببها حالة تفكك المجتمع وعدم ارتباط بعضه بالبعض الآخر وتسبب ابتعاد المجتمع عن الاتهامات وعن الغيبة وعن ما إلى ذلك لذا الآية الشريفة تقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا هذه الكلمات عطف بعضها على البعض الآخر لم يأتي اعتباطا لأن القرآن الكريم كل حرف منه وكل كلمة منه وكل جملة منه وضعت في موضعها المناسب لأنها من لدن حكيم خبير الله عز وجل بعد أن يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم يقول ولا تجسسوا لأنه في الحقيقة سوء الظن يؤدي إلى التجسس والتجسس يؤدي إلى كشف بعض عيوب الناس ثم الإغتياب ولا يغتب بعضكم بعضا وهذا يؤدي إلى تفكك المجتمع وإلى المشاكل الكبيرة التي تنشأ من تفكك المجتمع فعلى الإنسان أن يكون حسن الظن بكل الناس طبعا هذا ليس معناه التماهل وليس معناه عدم ضبط العمل الذي يعمله الإنسان الإنسان إذا رأى شخص لا يسيء الظن بهذا الشخص يحسن الظن بهذا الشخص هذا ليس معناه أن يتماهل في أعماله يعني إذا جرى بينهما معاملة اشترى أحدهما من الآخر شيئا وباع أحدهما إلى الآخر شيئا ليس معناه أن يتماهل الإنسان من التوثيق من الضبط لا ليس معناه ذلك وإنما معنى ذلك أن الإنسان يحسن الظن بذلك الشخص لا يسيء الظن إليه ولكن في نفس الوقت أن يضبط عمله بالنحو الصحيح العقلاني وبالنحو الصحيح الذي يرضي الله عز وجل الله عز وجل في نفس القرآن الذي يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم في آية أخرى في سورة البقرة يقول فاكتبوه يعني وثق هذا الدين بالكتابة ليس معناه أنك تسيء الظن بذاك فلذا تكتب لا هذا أنت تحسن الظن به ولكن في نفس الوقت عملك يكون متقن لا أنه العمل يكون غير متقن لأن العمل غير المتقن يؤدي إلى مشاكل كثيرة يؤدي في بعض الأحيان إذا لم يكتب الإنسان هذا الشيء أفرض إذا ذلك الشخص مات وليس لهذا شهود ولا وثيقة فكيف يثبت هذا البيع أو هذا الشراء أو لا سمح الله إذا حدث اختلاف أو خلاف في المستقبل التوثيق يسبب عدم حدوث هذه المشاكل ليس معنى حسن الظن التماهل في العمل وإنما معنى حسن الظن عدم اتهام الآخرين ولكن في نفس الوقت ضبط العمل بالموازين الشرعية والموازين العقلية بل ضبط العمل بالموازين الشرعية والعقلية يساعد على حسن الظن أكثر لماذا؟ لأنه التوثيق والعمل بالموازين الشرعية والموازين العقلية يسبب أن تغلق الثغرات أمام الشيطان لأن الشيطان حينما يريد أن يخدع إنسان يحاول أن يجد ثغرة يدخل من تلك الثغرة فإذا الإنسان أغلق جميع هذه الثغرات لا يجد الشيطان طريقا للوصول إلى هذا الإنسان وللوصول إلى خداع هذا الإنسان فلذا دائما كثير من الأحكام الشرعية وكثير من الآداب الإسلامية هذه في الواقع هي غلق الثغرات على الشيطان حتى لا يدخل ولا يخدع الإنسان مثلا نحن نجد من الأحكام الشرعية أن الخلوة بالأجنبية محرم يعني هناك إنسان رجل وامرأة أجنبيان لا يوجد بينهما محرمية ولا زواج فيحرم أن يكون هنا يكون في مكان هذا المكان مغلق بحيث أنه لا يتمكن شخص آخر من الدخول عليهم لماذا؟ لماذا الخلوة بالأجنبية محرم؟ لأنه الخلوة بالأجنبية هذه الثغرة قد يدخل منها الشيطان إذا كثير من الناس لا ينخدعون بالشيطان ونفسهم قوية هذه الثغرة لا تؤثر فيهم ولكن كثير من الناس هذه الثغرة تؤثر فيهم فالله عز وجل أغلق هذه الثغرة بالتشريع هذا الحكم أنه يحرم الخلوة بالأجنبية نذكرنا هذا كمثال لكي نبين أهمية هذا الموضوع أن الثغرات تغلق على الشيطان إذا الإنسان عمل بالموازين الشرعية والموازين العقلية في المثال الذي ذكرناه مثلا وثق البيع أو الدين بالكتابة أو بالشهود فإن هذا الإنسان أغلق الثغرة على الشيطان فإذا أغلق الثغرة على الشيطان هذا يساعد في تماسك المجتمع لا يوجد هناك شيء يسبب أن هذا التماسك يزول فيبقى حسن الظن على حاله الإنسان إذا كان حسن الظن بالناس وفي نفس الوقت عمل بالموازين الشرعية والموازين العقلية في تعامله مع الآخرين وفي تعامله مع نفسه هذا الإنسان يشعر بالسعادة هذه من جهة أخرى المجتمع يكون بعضه مرتبطا بالبعض الآخر نحن نشاهد أن مثلا في كثير من المجتمعات الإسلامية التي يسودها حسن الظن وفي نفس الوقت يسودها التعامل حسب الموازين الشرعية والعقلية نجد الناس سعداء ولو في كثير من الأحيان مصابون بالفقر أو مصابون بمشاكل سياسية في الدول الدكتاتورية ولكن الناس سعداء نفسيا سعداء اجتماعيا لماذا؟ لأن بعضهم يثق بالبعض الآخر وبعضهم يحسن الظن بالبعض الآخر في حين أنه نجد أن هناك ناس يعيشون في مجتمعات تعتبر راقية ماديا أو سياسيا ولكن نجد هذا المجتمع مفكك نجد المشاكل الاجتماعية كبيرة نجد المشاكل النفسية كبيرة نجد العيادات للطب النفسي منتشرة حالات الانتحار كثيرة لماذا؟ لأن هذا المجتمع لا يحس بالسعادة وإنما هو مجتمع متفكك يسيء بعضهم الظن بالبعض الآخر ولأنه البعض يسيء الظن بالبعض الآخر هذه الحالة النفسية تقود الإنسان إلى العمل وكذلك تؤثر على جسمه العمل يكون عمل سلبي في حين أن الإنسان الذي هو يحسن الظن بالآخرين ومن ثم يلتزم باللوازم والموازين الشرعية والعقلية يعيش في سعادة نفسية وهذه السعادة النفسية تنعكس على جسمه وتنعكس على مجتمعه وتنعكس على عائلته فيعيش حياة هانئة بعيدة عن الأمراض النفسية لذا الله عز وجل يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نحسن الظن بالمؤمنين وأن لا نسيء الظن بهم وأن نحمل أعمالهم على سبعين محمل كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة ونسأله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر